اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكتاب حضرتك بصراحة عظيم استوقفني الكتاب ان هو بيتكلم عن كل المجالات كل المجالات في جميع العلوم اللي ممكن الانسان يبقى عايز يثقف فيها نفسه او اي بنا ادم عادي عايز يبقى عنده قدر محترم من الثقافة ممكن يقرأ كتابة كاموس الشامل لحضرتك كلمني بقى اكتر عن الكتاب وقل لي ازاي قدرت الجمع اكمل معلومات الجميل دوا او اكمل معلومات الهائل ده في كل المجالات وكلمني عن كل المجالات اللي في كتابة بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي زدناي المعنى صدق الله العظيم انا بشكر حضرتك على التقديم الجميل ده برسي جدا نفسه حضرتك منذ نعمة اظافرية الحمد لله رب العالمين وانا ايه بحب القراءة ومهتم بالقراءة وكنت اتجي الى المكتبة منذ كنت في مرحلة اللي ابتدأ اياك يعني كان زمائلي من الاطفال يتجهوا الى اللعب القرى والغيره وانا كنت بروح المكتبة فمن عندي من يومها وانا بحب القراءة وبحب قضي وقتي في المكتبة من انا وانا لسه في ربع ابتدائي وفي خمسة ابتدائي الحمد لله رب العالمين على مدار حياتي كلها التعلمية سواء في المرحلة الابتدائية او الاعدادية او المرحلة المتقدمة بعد كده ببدأ كنت بدأ اسجل معلوماتي اللي انا بتحصل عليها سواء اتحصلت عليها من جريدة زي جريدة الاهرام او مجلة ثقافية تبدأ تدون فيها اه ادون اه انا كنت كنت مشترك مع مجلة العربي الكويتي دي مجلة ثقافية شهرية كانت بيجيلي كنت بحاول فيها كانت بتعمل بتلقي نظرة ثقافية علمية شاملة على كل ما يتأثر بنا في العالم العربي والعالم الاسلامي والعالم ككل وكان معهم كمان ملحق خاص اسمه العربي العلمي وده طبعا كان بيقدم الاكتشافات الحديثة اللي انا ذكرتها في الكتاب يا جيل ما راجع اللي حضرتك اللي كنت لها في الكتاب اه ده طبعا بالاضافة حضرتك طبعا كل المعلومة كنت بتحصل عليها كنت زي ما قلت حضرتك بدونها لحد الحين ما خلصت الكتاب وبدأت ادونه كله بخطي ايدي فين في الكشكول بتاعي طبعا ده عصارت عشر سنين من التجميع لان الحمد لله رب العالمين كان غرضي من العمل الكتاب اننا وهو بيقرأ الكتاب بتاعي يكون عنده بحر من المعلومات الثقافية في المجلات العديدة زي ما حضرتك ذكرت يعني مثلا على سبيل المثال للحصر في مجال الثقافة والأدب والشعر عملنا اطلالة سريعة على بعض من الكتب شايفة عدرك كمان في الكتاب كتب عن شخصيات همة جدا من الشخصيات المؤثرة في الثقافة والأدب الشخصيات المؤثرة في التاريخ في الجغرافيا حتى في الرياضة حضرتك ما سبتش الموضوع برضو كتبت عن الشخصيات المؤثرة فيها حضرتك كتبت في القاموس الثقافي أول حاجة الباب الأول أطلت نظرة ثقافية على دول العالم الغربي والدول العربية والدول الإسلامية ومصر وألقيت الضوء على حاجة زي مثلا مكتبة الإسكندرية الصرح العالمي العملاق طبعا بالتفصيل الشامل عن محتوية المكتبة وعدد الكتب اللي فيها أطلق نظرة بسالية على بعض الكتب وروايات زي رواية الحرب والسلام القاتب الكبير تولستي الكاتب ده اللي طبعا صاحب الاقتباس الشهير اللي قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي محمدا فخرا أنه حرر أمة زليلة من الأبدات الموسنة ونفع الأمة ولم يأتي أحدا في عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم بنخلص من الباب الثقافي بندخل بعد كده على القموس العلمي بنلقى الضوء على الشخصيات العلمية هو قموس شامل آه حضرتك قموس شامل طبعا قسم العلمي وعندنا فيه بعد كده فيه قسم الرياضي فيه الإسلامي فيه عندنا فيه بلق ضوء على الأحداث التاريخية على مدار التاريخ يعني مثال مثلا الحرب اللي حصلت الحروب الغزوات اللي حصلت فقاعد النبي صلى الله عليه وسلم زي غزوة بدر زي معرقة إسلامية كان لها تأثير وصادة في فتحات الإسلامية زي معركة القادسية زي موقعة اليرنبوك وكان زي اللعب قرية بتاعت سيدنا خالد بن الوليد في المعركة دي اللي عملها زي معركة مثلا زات الصواري أول معركة بحرية إسلامية في الإسلام اللي تمكن فيها المسلمون من القضاء على الأسطول البزنطي اللي كان مسيطر على البحر الأبن ومتوسط طبعا بنا تتخرج بقى الأحداث الأخيرة والحديثة زي مثلا مسلط الضوء على الكمبيرزرية وإزاي أمريكا قدرت تصنعها وإزاي أن هي عملت رد عنيف على قصف اليابان لملاء بيرلا هاربل يعني حضرتك جبت كل المعلومات بس ده يعني ينبع مش من أي شخص لازم يكون شخص عنده كم مهائل فعلا من الثقافة يعني الكتاب في مجدار معلومات فعلا رهيب رهيب عن كل المجالات يعني أنا ما أرطوش بصراحة قوي بس مجرد التصفح بس كم معلومات خطير يعني فعلا لازم يكون بنقدم عنده ثقافة واسعة جدا عشان خاطر يكتب حاجة زي كده يعني هنيك بصراحة عليه هو نازل طبعا الكتاب في معرض الكتاب إن شاء الله نازل في معرض الكتاب في الفترة من 30-6 لـ 15-7 إن شاء الله قاع رقم 1 صلع جناح سي 13 در نشر فصلة من نشر التوزيع إن شاء الله بإذن الله الكتاب يكون موجود وأنا بإذن الله هكون طبعا أول لقائلية في توقيع الكتاب هيبقى يوم 2 يوم الجمعة 2 إن شاء الله يوم 2-7 ده أول إن شاء الله هكون موجود 3 أو 4 مرات على حسب إن شاء الله موفق إن شاء الله بإذن الله بإذن الله يعني حضرتك بصراحة يعني بس ما استوقفنيش بس الكتاب إن هو في كل المجالات استوقفني إن انت نفسك في كل المجالات يعني استوقفني إن حضرتك ما شاء الله تبارك الله يعني شغال أصلا في الإدارة وكمان باحث في مجال التنمية البشرية وكمان أخذنا دبلومات في كذا حاجة وكمان بنكتب يعني ما شاء الله كم توليفة كده جميلة يعني كم عجيب إنت نفسك مجالات مختلفة يعني أنت مثال جميل أوي للشباب ومثال جميل أوي للطاقة الإجابية والإرادة أنت بقى كنت تقيل إن أنت عامل بلين للإرادة كده ومخطط إن المنقدم يبقى عنده إرادة وإن يكون دعم لنفسه وإن يكون إيه مصدر طاقة الإجابية للحواليه احكي لي بقى عن البلين ده عشان نعلم الشباب ونقول لهم إزاي يبقى عندهم إرادة وإزاي يبقى يعني يبقى قديم في كل المجالات إزاي حضرتك كده بص حضرتك الأول إيه هي قوة الإرادة تعريف قوة الإرادة هي القدرة على مقاومة شيء محبب غير محبب للنفس ممكن الشيء ده إيه يدرني فأنا لما بقاومة الإدارة بقاومة الإرادة بقاومة للإرادة إيه اللي بيحصل إن أنا بتجنب الأزاء زي مثلا أنا مريض سمنع ودكتور منعني من أكله معين فأنا بقوة الإرادة إن أنا أمنع نفسي بالأكل ده إن أنا أقدر إن أنا أمنع نفسي إن أنا بقتل بقوة الإرادة دي أقدر أتخلص من عدسة الباية زي التدخين عدسة الباية زي الصهر وتضيع الوقت زي كثير من الشباب اللي بيضيع الوقت في حاجة غير النفعة وغير مفيدة بلا العكس ضرة قوة الإرادة في إن أنت للطلبة اللي بيذاكر زي عندكم قوة إرادة في المذاكرة ومجاهدة النفس قوة الإرادة والتحدي للشخص نفسه ثم وجهة الحياة والأزمات والظروف إن هو يتحدى نفسه ويتحدى المجتمع والمشاكل والمواقعات اللي موجودة فيه سواء بقى على مستوى العمل بيئة العمل نفسها أو على مستوى القسري في المشاكل اليومية سواء في المشاكل الزوجية إلى آخر من هذه الأمور طيب حضرتك إيه هي أهمية قوة الإرادة؟ قوة الإرادة هي القدرة إن نحن يعني ابتديني قوة وقدرة من قياس قوي أقوى من الزكاء ده كلامي؟ لا مش كلامي ده كلامي الكاتب الكبير ديل كارنجي قال إن قوة الإرادة مؤشر قوي وأضاق للنجاح أفضل من الزكاء زكي ومعنديش إرادة مش عامل لأي حاجة ده الكلام ده ذكره في كتاب إيه فن الخطابة وكمان ذكره في كتابه كيف تستمتع بحياتك وعملك نيجي بعد كده هتسألين حضرتك سؤال يعني إزاي نتحلى كيف نتحلى بقوة الإرادة دي إزاي قوة الإرادة دي حضرتك لازم الأول بنقيم العداد بتاعتنا نشوف إيه لعداد الإجابة عندي وإيه السلبي أيوة وأبدأ أدرسه وأعمل له مقياس للإرادة تعتي وأبدأ أحدد أنا بقى مقياس أقيم نفسي أنا في أنا فيم الإرادة أنا سبعة من عشرة ستة من عشرة خمسة من عشرة تمانية من عشرة وأبدأ أحط هدف بعيد المدى أعمل خطة وأشوف أنا عايزة أتغير بعد ده لو أنا هقول أنا هتغير بعد سنة يبقى أنا هبدأ أخذ الخطة السنوية دي وأبدأ أجزها لإيه لأهداف قصيرة المدى يعني مثلا هيبقى نصف سنوي وفيه شهرية وفيه أسبوعية وفيه خطة يومية لازم وأنا بتغير لما ألاقي نفسي مثلا أنا بقى فيه إرادة وفيه تغير ما منحش النفسي إن أنا خلاص أكفئتي نفسي وخلاص كده أنا بقيتك أسلأ لازم يكون فيه استمرارية من هنا بيجي أعمل إيه مكافأة على الإيه عشان أعمل إرادة نفسي أعمل مكافأة لنفسي آآ أيوة على إن أنا عندي قوة إرادة إن أنا تحسنت كل مدى أعمل مكافأة لنفسي عشان خطر أستمر يبقى أنا كده دعم لنفسي مش مستني إن حد يدعمني ولا حد يكافئني لأن أنا قريدي بكافئ نفسي وبدي نفسي اللي هي عايزاه تمام في الوقت اللي أنا عايزه عشان خطر أنا أبقى أحسن مش بستنى من حد حاجة ولازم يكون الإنسان عنده مصابرة يعني قوة الإرادة لازم يكون فيها عزيمة ويكون فيها مصابرة استفقفني فيديو للاستاذ البيعية مصطفى حسني هو بتكلم عن الإرادة ثلاث حاجات إيه هي؟ تمرد، تجرأ، تخيل لازم تتمرد على المشاكل اللي عندك لازم تتمرد على التحديات والمعاقات اللي عندك لازم تواجهها لازم تتخلص من العادات السلبية اللي عندك لازم تتجرأ تجرأ أن أنت بتتجرأ على المشكلات اللي عندك وتقدم التحديات وتتحمل مسئوليتك في بيتك وفعالتك وتتحمل مسئوليتك في شغلك ويكون عندك تسك في شغلك متبقاش مهمل في شغلك لازم تحترم موعدك إن الأمة بتحترم مواعيدة أمة ستقدم بإذن الله ويكون أمة منظمة ويكون إن شاء الله إنسان ناجح لما أنت هتحترم مواعيدك بما إننا احنا بقى أصلا جايين ندي طقق جبال اللي حوالينا وجايين نتكلم عن السعادة وكانت بداية الحلقة عن السعادة فأنا عايزاك تديني رشدة للسعادة وخاصة السعادة الزوجية عايزين رشدة كاملة متكملة كده بما إن الإرادة أصلا سر السعادة يعني الإرادة أصلا مرتبطة بالسعادة فإحنا عايزين بقى يعني سعادتك بإرادتك فإحنا عايزين بقى نعرف منك رشدة للسعادة الزوجية والسعادة عموما وحضرتك يعني لما هتخيل أنا في قوة التخيل زي ما قلت قبل كده إن أنا بعمل حاجات كويسة وبحقق نجاحات ومكاسب مكاسب دي في شغلي في بيتي مع أسرتي في عملي في المجتمع بصفة عامة إن أنا بتخيل بقضي حياتي مع إنسان أنا بحبه بقضي سعادة في حياتي بقضي وقت قويس مع ناس حوالية بيئة إيجابية بستمتع بحياتي والطعاد بتاعتي وعباداتي بتاعتي أنا بقى لك أنت تخيل أنت بتتنعم في الجنة لما تجد حضرتك تقولي السعادة السعادة نعم السعادة 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 عرفها عرفها الفرابي إن هي هبة من الله الله سواء كانت هي حكمة أو عفة أو عدالة وأرصته قال إن السعادة سعادة قرارك قرارك أنت اختيارك اختيارك أنت تختار تبقى سعيد أو غير سعيد أنت بتختار سعيد أو تبقى غير سعيد وأرصته نفس الكلام اللي قاله وأرصته قاله أفلاطون ملخص الاقتباسات الناس دي عن السعادة إن هي السعادة هي القناعة هي الرضا لازم الإنسان يكون عنده قناعة ورضا ولازم نتقبل فكرة إن إحنا مش كاملين إحنا فينا نقص واللي حوالينا فيهم نقص لازم نتقبل القدر بحلو وبوحشه إن الحياة مش تمشي على طول السعادة مش تبقى كاملة استحيلة مش تبقى مطلقة عمرها ما تبقى مطلقة لازم الإنسان يحصي سعيدة ربنا عليها إحنا عندنا نعم وهبات كثيرة وعظيمة من صحة وأولاد وزوجة وعمل في غير مش لها عامل يعني أنا من أربع سنين تغيرت نظرت عن السعادة لما شفت منظر المنظر ده مش هتخيله ومش هيفضل طول عمر كده امرأة مش هشوفه تاني حضرتك المنظر أنا شفت شخص عزق الله كالأنعم يمشي على أربع يديه ورجليه فسبحان الله يعني ده بان الرجل ده ماشي وبيضحك تخيلي الرجل ده بيتحك ومبتسم في وش الناس احنا في نعمة ده بان ليه احنا في نعمة ده بيشوفه نعم ربنا علي أنا بشتغل الحمد لله رب العالمين ربنا قرمني زوجة صالحة عندي أولاد بشتغل وصحات قويسة وما وروحش لدكاترة وما وروحش مستشفيات يالك أنت تخيلي زهبي أي أحد المستشفياته أنت هتشوفي مش هتقدر حضرتك تتحمل زي استوقفني برضو من كام يوم فيديو لواحد برضو بيصلي عزق الله مقطوع رجله يعني رجله اليمين مقطوع خاطس وبيصلي وبيقوم وأحسن من اللي هم بيصلي على الرجلين يعني ما شاء الله فطبعا لأ وفعلا فعلا السعادة قرار مش يعني قرار قرار أن أنا قرار أن أنا بقى سعيد في حياتي هبقى سعيد في حياتي بغض النظر عن ظروفي أو أنا إيه أو أنا ناقصني إيه لو أنا مبصتش للنواقص دي كلها وبقى عندي رضا نفسي هبقى سعيد في حياتي تمام حضرتك السعادة نيجي نتكلم بقى عن السعادة الزوجية تمام السعادة الزوجية بتتلخص في آية واحدة بس عشان دي بقى ماتفاقين عليها موجودة في صورة النساء ولا هتنسوا الفضل بينكم الله الآية دي لو أنا كل إنسان كل زوجة حطتها بزهنها وعلقتها في بيتها في كل ركن من أركان البيت مع أي مشكلة وأي أعقب هتواجهها بإذن الله هتتخطها تمام طيب أنا عشان أتوصل للنقطة دي إيه الأول إيه المعيير أن أنا أختار عليها الزوج لازم أختار بيئة صلحة بيئة مسلمة الزوج يكون راجل بيصلي راجل طقي عرف ربنا راجل عارف كتاب الله تكون الزوجة برضو تكون الزوجة عرف ربنا زي ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة الأربع لجمالها ومالها وحسابها وإيه مجلاء فاسفر بذات الإيه بذات الدين فلازم لما حضرتك تيجي تختار زوج لبنتك لازم تختار زوج على خلق مش نتجه لحضرتك للمديات منبقنا بنلاحظ حاجة في مجتمعنا دلوقتي بقوا بيصقلوا جدا على كاهل الراجل اللي جاي الجوز يعني أنا هطلب منك شقة بمبلغ وعافش بمبلغ يا جماعة دينا ما قالش كده دينا قال من أتاكم تأرضونا دينو فزوجوه يعني إحنا من أتانا نرضى دينو وخلقو نزوجو ما قالش بالفلوس ولا قال بال إنه هو يكون عنده مش عارف حساب في البنك وشقة فين ما قالش كده ما قالش كده صح؟ أستاذ محمد ما ينفعش إن إحنا نقيم البني آدم اللي قدامنا على حسب ماله ولا حسب ولا نسبه ما ممكن يكون واحد عنده أخلاق وعنده دين هو ده اللي يحافظ على بين شتوله العمر ليه أنا أسكل على كاهل اللي جاي وحمله حاجة فوق طقته وعرقله طريق السعادة زي ما بيقوله يعني ممكن ساعدته تكون في إنه هو يعمل بيت وأولاد ليه أنا أقف طريقه الكاتب بستيفن أرقافي ليه كتاب جميل قوي ومنص حضرتك ما اسمه قدارة الأولويات في حاجة اسمها مهم وفيه أهم يعني أنا ما ينفعش إن أنا أهم أهم حاجة اللي هي خلق الإنسان إن أنا أنا هدي زوج هدي الراجل بنتي يبقى أنا لازم أشوف خلقه قبل ما أدور على الإمكانيات آه دي أشياء مهمة عشان الاستمرالية ويكون الزواج ويكون فيه استقرار والكلام ده كله بس حضرتك مهمة جداً الإنسان يكون على خلق عشان هنا يبقى هنا يبقى تنفع فيه أساس للعلاقة أساس للعلاقة بعد كده المرحلة اللي بعد كده في الزواج بيبدأ الزواج والزوجة لازم تعرف إيه هو بيحب إيه هو بيقرأ إيه عشان تتمسك بالحاجات اللي بيحبها المعلومات دي بقى إحنا عايزين كتاب عن السعادة الزوجية بإذن الله مرة الجاية لازم فيه كتاب عن السعادة الزوجية إن شاء الله بإذن الله مينفعش يعني كمل معلومات وصدقافة اللي عند حضرتك ما شاء الله تأهلك إنك أنك أنت تكتب تاني وثالث ورابع وعاشر بإذن الله وبالنسبة للسعادة الزوجية لا عايزين كتاب بجد هنكتب بيذن الله بطيب يشتغل في كتاب عن السعادة الزوجية وعن السعادة عموماً وطريق البناء أدم للسعادة ده يكون طاقة إيجابية ودعم كبير جداً للشباه بيذن الله وبعدين هستوقفني بكل تحرك لا تنسوا الفضلة بينكم الآية الكريمة طبعاً يعني مثلاً بيكون فيه زوجة أنا مقضية عمري كله مع جوزي 20 سنة جوزي ده مش حرمني من حاجة أو بيجيب لي كل حاجة مجرد ما الزوج يقع أول وقع ده أنت عمرك ما عملتلي وعمرك ما سوتلي وعمرك ما جزتلي وخلص تعلم بننسى الفضل بننسى الفضل هي بتعملك بقالها 20 سنة مع أكل حلو لو مرة تلها الرز حادق يبقى أكلها خلاص بقى وحش فليه بننسى الفضل ما بيننا ليه يا جماعة ما بقاش فيه نحب بعض نتقبل بعض تمام صح يا أستاذ محمد أكيد أكيد حضرتك كمان عشان خطر نحصل على سعادة زوجية نعمل بقولة المسألة بيقول داري على شامقتك تأيب الإمام الجوزي قال إيه أكتم على الناس إيه ذهبك وذهابك وما ذهبك ذهبك اللي هو مالك وحالك وبيتك وذهابك اللي هو لو أنت عندك مشروع جديد مشروع زواج مشروع خطوبة عندك عمل جديد هتعمله كده حتى المشاعر نفسها الحب نفسه أخفيه لحتى سيدنا يعني بصورة يوسف قال يا بناي لا تقصص فرقاك على أخواتك طبعا الكلام في الكلام ده مش هيخلص خالص وإحنا بنشكر حضرتك جدا وأستاذ محمد طه الكاتب والباحث في مجال التنمية البشرية وإلى اللقاء في حلقات أخرى مليانة بالطاقة الإيجابية من برناميك نسيطالسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر